السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة في منتهى الجميل بصوا دي احلى وصفة ممكن تجربوها وصفة صحية لذيذة من غير بقى ولا بيد ولا حليب يعني دايما في ناس بتسألني كتير ممكن نفتر ايه الصبح يعني يكون مفهوش بيد او حليب او دقيق ابيض فالنهاردة هعمللكوا وصفة في منتهى الجميل انا بالنسبالي ده طعمها احلى بكتير من المسبوسة كمان مش هنستعمل فيها مكسرات يلا على طول نفش على المبخ ونشوف هنعمل الوصفة التحفة دي يعني بجد القطعة دي قطعة كبيرة جدا احنا ممكن ناكل بس ربعها او نصها هنبقى شبعانين واتبقى وجبة جميلة جدا ومغزية جدا جدا يلا على طول نشوف اول مقاون معي هيكون مياه يعني احنا هنستعمل النهاردة مياه كوندفية قد ايه كباية وثلاثة اربع كباية خلينا نوحد الكبايات للوصفة كلها فنفس الكباية اي كباية موجودة عندك صغيرة كبيرة طالما انت هتستعمليها للمية ولكل المقادير مفيش مشكلة حطيت ظرف من الخميرة الفورية اللي هو كان 11 جرام او تقريبا معلقة كبيرة عليها حط معلقتين كبار من دبس الطمر ممكن نستبدل دبس الطمر بالعسل لو احنا حبين او اي نوع سكر لو احنا حبين اي مادة سكرية علشان الخميرة تتغزى معي ونقلب خلينا بس نسيبها خمس دقايق كده المية الدفية مع الخميرة ودبس الطمر وبعد كده نحط عليها نكهات وحط عليها فانيليا وحط عليها خلب يعني فانيليا سائلة ونص معلقة صغيرة من الخلب بعد كده حط عليها 3 ربع كباية من مبشور جوز الهند جوز الهند بيزر كده وبعدين بستعمله طيب الوصفة بتاعت النهاردة هنستعمل ليها السميت او سيميولينا دي السيميولينا متوفر طبعا عند اي عطار او في السوبر ماركت اللي هو بيتعمل منه البسبوسة اصلا يعني دي ايه من حاجات برضو على فكرة مغزي ومفيد وطبعا افيد من دي ايه الاميض بكتير انا محب استعمله يعني على فترات كده عندي ثلاث كبايات من السميت وعايز اقول لكم اللي هي برضو ايه نفس الكباية مغزلتاش ولا حاجة هي كل المقادير كلها بنفس الكباية اخر حاجة او اخر حاجتين هيكون معايا نص معلقة صغيرة من البيكن بودر وخلينا نقلب الحقيقة اللي انا كنت عايزة طبق يكون كبير شوية لا مشكلة خلينا نجيب طواق غوية احسن ووسع شوية عشان اعرف ايه اقلب كويس ناقص حاجة واحدة بس في المقادير معايا هتكون المادة الدهنية المادة الدهنية نقدر نستعمل اي مادة دهنية عايزين نستعملها انا هستعمل النهاردة زيت جوز الهند عشان تكون الوصفة بقى ايه من غير برضو منتجات الحليب وكده للناس اللي عندها حاسية من منتجات الحليب زيت جوز الهند او زيت زيتون بيبقى حلو او زبدة متدوبة او سمنة يعني كل حاجة بيكون لها طعام مختلف وكل بينفع يعني ايه خلينا كده مرنين في الوصفة ديه معظم الوصفات يعني الحمد لله فيها مرونة طيب انا مش هسيبها تخمر بصوا العجينة معايا فيها خميرة ولكن خلينا بس سيبها ايه خمس دقايق عشر دقايق مش اكتر من كده وبعدين هشتغل فيها وقولكو هنعمل ايه بالتفصيل طيب انا هسيبها خمس دقايق على بعد ما قلبتها كويس جدا نخلي بالنا بعد ما حطيت الزيت قلبت كويس انا مستعملتش النهاردة ولا مضرب ولا خلاط ولا اي حاجة طيب خلينا نجيب طبق بيركس او صنية المقاس والشكل اللي احنا حابينه وبعدين نجيب ورقة زبدة وندهنها كويس الورقة الزبدة ده بتاع بتباع للقلاية الهوائية او اليرفراير ولكن انا بس بجيبه دايما نستعمله للايه في الفرن عادي يعني وبيخش كمال مايكرويف عادي يعني بيبقى بديل الورقة الزبدة عارفين كده بدل ما نقعد نمسك ورقة الزبدة ونقضعها فده بيبقى سهل صراحة انا جايبه منه الصواني او الاطباقي بيركس اللي عندي جايبه منه المقاسات بتاعته يعني ايه في بيتباع منه ورق كبير ورق مدور ورق مستطيل فجايبه منه صراحة كزا تشكيله كده علشان ايه يبقى يسهل علي بدل ما نحط ورقة زبدة وكده مهم جدا ورقة الزبدة في الوصفة دي وندهنها علشان الوصفة دي بتلزم حطيت تقريبا نص المقدار عندي هنا معجون الطمر حطيته بس شوية في المايكرويف علشان يهدى معي طبعا نقدر نجيب احنا نفسينا طمر ونتحنه يعني نفرمه في محضرة الطعام ممكن نحط له معلقة زيت اه اي زيت زيتون زيت بوزهند نحط له رشة قرفة رشة هيل اللي احنا حبينه انا مش حط عليه حاجة معجون طمر زي ما هو كيبت باع عندنا فايه فبجيبه وهيزا جيب اللي هي اه هراسة البطاطس الهراسة البطاطس بقى هتعمل الوصفة النهاردة شكل يجنن يعني بجد شكلها يبقى جميل جدا بصوا انا حطيت فيها الطمر كده او معجون الطمر بصوا بقى اعمل زي ما يكون نازل ايه ما كرونس باكت دي ولا ايه طبعا نقدر نحطه ونفرده طبقة عادية نحطه مثلا في اي حاجة في اي كيس ونفرده طبقة كده تكون على حسب الكمية اللي احنا عايزينها يعني كمية الطمر اللي احنا عنحشيها حشوة زي ما احنا بنحب يعني مش ملهاش مقدار ولا حاجة ولكن انا حب احط كمية طمر حلوة علشان الوصفة دي كمان يكلوا منها الاطفال وتكون بقى ايه مغزية كده وجميلة وياكلوا الطمر بطريقة تعجبهم بصوا الوصفة دي طعمها قريب قوي من حاجات كتير يعني كعب الغزال اوكي شوية على الباز بوسة شوية على ام حلويات كده شرقية يعني طعمها مميز يعني طعمها يعجبكو جدا مردية عارفين الحلويات اللي مردية هي دي خلينا بقى نحط بعد ما حطينا طبقة من الطمر المعجون ده خلينا نحط بقية الايه العجينة اللي احنا حطناها وتنزل بقى بالشكل الجميل ده طبعا لو ما عندناش الهرسة دي ممكن نشتريها او لا يعني ممكن احنا نحط طبعا بقى اي شكل انا حاب اعمل شكل مختلف يكون شكل كذاب كده عليها والشكل اللي احنا هنعملها عليه هنسيبها بقى شوية اخمر فايه فالكمية دي هتزيد يعني انا دلوقتي ما خليتش العجينة تخمر احنا قلنا ممكن نسيبها خمسة عشر دقيق بالكتير بعد بقى من نحطها كده بالشكل ده ممكن بقى نسيبها تخمر براحتها عايزي خالص طبعا على حسب احنا نسيب ولا بشتة الجو عندنا حر ولا برد يعني ايه على حسب طبعا الوقت دايما وقت التخمير بيكون بيعتمد على الجوع متى نعمل ازاي بصوا كده خلينا بقى نسيبها تخمر نسيبها تخمر مثلا ايه نص ساعة نغطيها بس نخلي بالنا بقى منغطيها بقى منغطيها بحاجة تضايع الشكل اللي احنا عملنا ده وبعد ما نغطيها ونسيبها تخمر هندخلها الفرن اللي احنا مشغالينه من قبلها بعشر دقيق هتقعد في الفرن حوالي 20-25 دقيقة بعد كده افتح عليها الشوية من فوق هنخلي بالنا بس اقول لكم على حاجة ملاحظة بعد ما عملتها اكتشفتها ان احنا لو سايبين من فوق فيه طمر كده باين فعلى الشوية هيتحرق هاي يعني هاي ايه هيتحروق معينا فهنخلي بالنا نخلي من فوق العجينة هي اللي باينها وبس كفاية الحشوة تبقى من مستخبية يعني وبس كده هنخرجها من الفرن نحط عليها رشة من الفصدق رشة من اي مكسرات من غير ولا مكسرات طبعا بقى هي مسكرة هاي يعني محدش بقى يقول لي يا سلوى بتعملي حلويات ومش بتسكرية لا معجون الطمر يعني كافي جدا وعلى فكرة الطمر من افضل 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 الحاجات اللي احنا ممكن نسكر بيها الحلويات هتقوله بقى سعراته عالية هتقوله مش مناسب للكيتو ولكن انا بقول لكم من وجهة نظري لو حد ما بيعملش كيتو دايت اللي بقى افضل حدا ان احنا نسكر بيها الحلويات هو الطمر او دبس الطمر دبس الطمر هو طمر احنا عملناه على القناة وجبنا طمر وحطناه في مية وسبناه على النار لحد ما تحول معنا لدبس الطمر اذا الطمر او دبس الطمر من افضل من وجهة نظري خلي بالكو ان كل واحد بيكون على حسب اعتقاده وحسب دراسته وحسب فهمه كل واحد على حسب يعني ايه هو مقتنع بايه انا القناعات الشخصية ان لو انا هاكل حلويات صحية وما بعملش كيتو دايت ما عنديش مشكلة من الطمر فانا ممكن اقلل الكمية حتى لو فيه اي مشاكل صحية هقلل الكمية الطمر مش لازم اخد سبع طمرات لا ممكن طمرة ثلاثة خليها دايما تبقى عدد فردي عشان تبقى على السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ايه رأيكو بقى يا خبار بيض على الريحة مش قادر اقولكو قدير ريحة حلوة جدا 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 فوق ما نتخيل يعني انتو قوموا وعملوها هتشموا بنفسوكم الريحة عايز اقولكو تتاكل دافية انا بالنسبالي دا احلى فطار اه بعملها من بالليل عشان انا اكسل واحدة في العالم ان ممكن اعمل فطار الصبح فايه دايما كل الوصفات اللي بعملها بخليها تنفع للفطار اه او بفطر بيها اه في وصفات بدف فيها الاول شوية في الميكرويف او لو ما عندناش ميكرويف ممكن انتو حطها في الفرن شوية تاخد بس تسخينة خفيفة بتبقى طعمها احلى الوصفة دي وهي دافية احلى مع كباية بقى ايه شاي قهوة نسكافيه اه كابتشينو اي بقى مشروب انتو بتحبوه فيه ناس ما بتحبش القهوات والشايات يعني كويس قوي اه يشربوا معاها اي مشروب دافي بتبقى بتدفي كده وطعمها اللزيز بصوا من جواه عاملة ازاي? ايه ده? لأ بجدك جميلة 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 يعني تستهلوا تستهلوا احلى حاجات في الدنيا ان شاء الله الوصفات دي كونوا بتجربوها وتعجبكم بتبسط جدا من الناس اللي بتعمل الوصفة وترجع تاني تقول يا سلوى جربناها طيلة خرافية انا فعلا مش قادر اوصفها يعني انا مش قادر اوصفت차 ما هستنى بقى ايه هستنى تعليقاتكو انتو بقى لما تجربوها هتعرفوا توصفوها احلى مني اين شاء الله كل الوصفات تكونوا بتجربوه وتعكبكو وشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني ومع السلامة